بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ارسل الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فعمت رحمته جميع المخلوقات الانس والجان والحجر والشجر والجمادات والعجماوات والمسلمين وغير المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجه الجيش لمقاتلة الظالمين المعتدين امر اصحابه بان لا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا يقطعوا شجرا ولا يخربوا عامرا ولا يعقروا شاتا ولا بعيرا الا لمأكله كما امرهم ان يدعوا الرهبان وشأنهم في صوامعهم وقد رفع صلى الله عليه وسلم من مكانة المرأة واعلى شأنها قائلا انما النساء شقائق الرجال وغمرت رحمته الطفولة وامتدت لتشمل كل الكائنات لدرجة انه امر اصحابه بعدم حرق النمل قائلا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار وقد وقف كثير من العظماء والمفكرين من غير المسلمين عبر التاريخ امام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف التعظيم لسيرته والاعجاب بشخصيته والاشادة بمواقفه ومبادئه فهذا هرق العظيم الروم يطرح كثيرا من الاسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان لينتهي به المطاف بصدق دعوة محمد قائلا لو كنت عنده لغسلت عن قدمه اما النجاشي ملك الحبشة فقد اخضل بكاه لحيته عندما سمع بعض ما جاء به محمد قائلا ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحدة يقول المفكر الفرنسي لامارتين محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الاهواء وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية اود ان اتساءل هل هناك من هو اعظم من النبي محمد اما الاديب الانجليزي شهير برنارد شوف يقول ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي لو تولى امر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرن البشر اليها اما مايكل هارد فيقول ان اختياري محمدا ليكون الاول في اهم واعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح اعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد وجدت نفسي بحاجة للتعرف اكثر على حياته العظيمة انه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر اما الكاتب الانجليزي توماس كارلايل فيقول اني لاحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع انه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم واكاسرة العجم يرشدهم الى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الاخرة اما الاديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من اقام دولة للعدل والتسامح اما الباحث الانجليزي لايتنر فيقول اني لاجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احتراما عظيما باحترامهم محمدا ولا ريب في ان المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق ويرى الاديب الروسي شهير تولستوي ان شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ويقول المستشرق ميشون ان الاسلام الذي امر بالجهاد قد تسامح مع اتباع الاديان الاخرى وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاب لوبون ان محمدا هو اعظم رجال التاريخ اما مؤلف موسوعة قصة الحضارة والديورانت فيقول اذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من اثر في الناس قلنا ان محمدا هو اعظم عظماء التاريخ وصدق الله العظيم اذ يقول وانك لعلى خلق عظيم موسوعة 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 شكرا